يخوض الكثير من الناس صراعاً لتخفيف وزنهم لكن الأغلب يفشلون تتعدد الطرق بين الأكل بمعدل أقل أو حتى الاعتماد على نوع معين من الطعام لكن أغلب الطرق لا تنجح ربما لعدم توفر الإرادة الكافية لدى الشخص وربما جميعكم سمع أو جرب طريقة رجيم معينة لكن أصوات الخبراء المدعمة بالدراسات أصبحت تذهب باتجاه طريقة قد تكون تسمع بها للمرة الأولى وهي تمرين الرجيم بالتأمل هذه الطريقة تتلخص بالآتي اختر أكلة تعشقها فلتكن مثلاً سيخاً من اللحمة الحمراء المشوية مع البصل والبندورة والتي تقطر على النار وتزكم الأنوف الآن باتت قطعة اللحم اللذيذة جاهزة للأكل اجلس على مائدة الطعام وامسك بالشوكة القطعة الأولى وارفعها إلى فمك وابدأ في مضغها حن الآن الجزء الأصعب ضع شوكتك على المندضة هذه ستكون أصعب خطوة أصعب مما تتصور لأن أول قدمة كانت جيدة جداً وتستدعي الكثير بعدها على الفور وغير ذلك فأنت جائع هذه تجربة تنطوي على أن نصبح مدركين لردود فعلنا أمام الأكل وقدرين على مقاومته وعليك التساؤل هل جسدي بحاجة إلى هذا؟ لماذا آكل هذا؟ هل فقط لأني حزين؟ سعيد؟ متوتر؟ دراسات عدة تقول أن غالبية الناس يفتحون الثلاجة ويأكلون ليس بسبب الجوع وإنما بسبب الملل ويرى الدكتور جان تشوزين بايس طبيب ومعلم تأمل أننا نفقد الوعي بينما نتناول الطعام نتائج التجارب تظهر أن الإنسان يتخذ ما يقارب عشرين قراراً يومياً حول الأكل وهي المرات التي يدركها في حين أن عقله يفكر نحو مئتين مرة في الأكل متأثراً بإشارة صغيرة من حوله لذلك عليك التحكم في كمية الطعام التي تتناولها ويرى أستاذ السلوك بجامعة كورنيل لبراين وانسينيك في كتابه الأكل الطائش أن تناول الطعام بدون تفكير يعد تحدياً نفسياً للكثير أمام الجوع فالبشر ليسوا جيدين بما يكفير لمعرفة متى يجب التوقف عن تناول الطعام وطريقة الرجيم بالتأمل مستندة من البوذية حيث تقول تقاليد بوذية قادمة أن المرء يجب أن يتوقف عند تناول الطعام عندما يملأ فماهو خمس مرات بالأكل أو ثلاثة أكواب من الشرب ومؤخراً باتت كلية الصحة العامة بجامعة هارفرد تنصح الناس بتبني نموذج التأمل في الطعام باعتبار أن تناوله ببطء والشعور بكل مضغة يمكن أن يكون علاجاً سريع الخطى لإبطاء تدافع الكوكب نحو البدانة هل تعتقد أن هذه الطريقة ناجحة؟ وهل جرب أحدكم طريقة أخرى ونجحت؟ انقل تجربتك للآخرين